في تمام الساعة التاسعة من صباح الجمعة الفائت دشنت الرحلة الأولى مدرج مطار أوديسا الجديد آتية من مطار باريس بيل في كييف وأنسب التحيات كانت رشة المياه وهي تقليد عالمي لاستقبال أول الوافدين استمر إنشاء المدرج الجديد قرابة ثلاث سنوات طوله ألفا متر مع اثنين من ممرات الركاب ومهبط مصنوع من الخرسانات الثقيلة وهو مزود بنظام ملاحة حديث يتيح استقبال عدة طائرات من فئات مختلفة في جميع الظروف الجوية لدينا هنا نظام ملاحي متطور للتعامل مع الظروف الجوية الصعبة حيث تتوافق معدات المدرج الجديد مع الفئة ثلاثة آ والتي تسمح بهبوط الطائرات من مسافة ثلاثة أمتار فقط وهذا شيء ثوري لم نكن نحلم بوجوده في أودسا مطار باريسبول وحده في أوكرانيا مجهز بمثل هذا النظام تم إنفاق أكثر من ملياري هريفنا على جميع الأعمال الإنشائية وأهمها المهبط الجديد وبناء حظيرة فنية للطائرات نحن الآن ندرس إمكانية إجراء حسابات اقتصادية لبناء حظيرة طائرات لخدمة الطائرات من فئة سي وتضم هذه المجموعة طائرتي إيرباس 320 وبوينغ 737 تتضمن خطتنا التطويرية مفهوم المطار المدينة ويعني إنشاء بنية تحتية حول المطار تشمل الترفيه والرياضة وإتاحة ممارسة الأعمال يقول أولئك الذين ينتظرون رحلهم إلى المنتجعات الدولية إنهم سعداء لأن رحلاتهم ستبدأ الآن من المدرج الجديد إنه رائع بالطبع سيكون هناك المزيد من الفرص الركاب سيكون هناك مزيد من السياح كلما زاد عدد الممرات والمدرجات كان ذلك أفضل سيكون أكثر راحة وأكثر قدرة على استقبال مزيد من الطائرات لذلك تعد هذه ميزة إضافية للركاب الأوكرانيين بما في ذلك الأجانب من المتوقع أن يستقبل مطار أوديس هذا العام مليوني مسافر وللسنوات الخمس المقبلة وضعت خطط للتحديث والتطوير لزيادة حركة الركاب حتى أربعة ملايين شخص سنويا موسيقى